هناك منطق يقول قال الله وأقول إحنا في كثير من الأحيان نمارس هذا المنطق طبعاً لا نعبر بهذا التعبير قال الله وأقول ولكن كواقع القرآن يقول شيئاً والأمة تقول شيئاً آخر الآن أضرب لكم مثال من خارج المنظومة ثم أضرب لكم مثال من داخل المنظومة القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى الأمة تعمل بذلك خارج المنظومة هذا الشيء الذي جعله القرآن الكريم أجراً لرسالة النبي صلى الله عليه وآله أحد الدكاتر الذين يعيشون خارج المنظومة يقول سألني أحد من شيعة أهل البيت أنتوا لماذا تمسكتم بصحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وَتَرَكْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلْغَاء لَأَهْلَ الْبَيْتِ نصف الأمة الآن عملهم شبه إلغاء لأهل الْبَيْتِ النبي ما قال خذوا دينكم من علي هل يأخذون دينهم من علي القرآن ما قال إلا المودة في القربى هل نجد مظاهر لهذه المودة يقول قلت له نحن هذا الدكتور يقول قلت له نحن علينا بسنة النبي صلى الله عليه وآله يعني بما قاله النبي نحن متمسكين بسنته يقول قال لي إذا كنتم متمسكين بسنته النبي يقول هذا في الصواعق المحرقة لابن حجار موجود يقول لا تصل علي الصلاة البتراء فلماذا تصلون على النبي الصلاة البتراء انتو تذكرون النبي ولا تذكرون آله ثم قال لي أنا الآن أجيب لك مثال واقعي انتو شوفوا بلادنا كم مسجد من مساجدنا باسم أهل البيت كم جمعية من جمعياتنا باسم أهل البيت كم هيئة من هيئاتنا باسم أهل البيت صلوات الله عليه أنا أتحداك أن تأتي بأسماء عشرة مساجد في منطقتكم تحمل أسماء أهل البيت أكو وين أهل البيت وين المودة في القربة المودة كيف تكون المودة ما إلها مظهر يقول فاضطررت أن ألتف على الحقيقة قلت ليش أكو في منطقتنا مساجد باسماء أهل البيت مسجد فلان مسجد فلان التففت على الحقيقة ولا واقع لهذه الأسماء قال جيد أنتو الآن وفد مكون من حوالي ثمانين واحد كم واحد منكم يحمل أسماء أهل البيت يقول هنا بعد ما أتمكن ألتف على الحقيقة لأن الكشوف موجودة وما أتمكن أكذب حوالي ثمانين واحد ولا واحد منهم يحمل اسم من أسماء علي والحسن والحسين يقول بعد البحث وجدنا واحد اسم أبو علي وهذا مو من بلدنا من بلد آخر هذه هي المودة في القربة هذا مو معنى تقال الله وأقول اشتركوا في القناة